طيب هنروح للكرة الطائرة زي ما حدقكم عارفين ان مجلس ادارة جي جديد وتم انتخابه ودي حاجة تساعدنا وكان اتحط ان الدوري لازم انطلق في شهر ديسمبر اتحطت الجدول وتعاملت القرعة والاهلي على رأس المجموعة الاولى بدوري لجيه للكرة الطائرة طيب معنا مين؟ معنا سبورتينج هليوبلس الظهور الاعلامين واسكندريا البترول يعني انا اتوقع المنافسة هتبقى يعني بيننا وسبورتينج وليوبلس مش هتخرج برة كده الدوري المفروض هبتدي يوم 6 ديسمبر اللي جاي مفيش وقت والاهلي هو حامل لقب البطولة بعد ما يفاز على غريم التقليد الزمالي 3-0 طب ليه الدوري تعمل مجموعتين؟ لان ما عندي ناش وقت اللي جابة بسيطة وصريحة لو انت عملت الدوري كله مجموعة واحدة يبقى هتلعب على رايح جاي وعدد مطشط كتير ولبلبلة وكلام ده كله انما انت عشان تختصر الفترة عشان تدي فرصة لمنتخب مصر بطولة العالم لازم تعملوا على مجموعتين عشان تخلص القصة لا دربة عن مجموعة كمان معلش انقاس دربة عن مجموعة وبعد كده نطلع على الأدوار النهائية بأكيد ده هيختصر وقت طويل جدا الحقيقة يعني حاجة كويسة وده يعني خبر لازم نقوله لكم عشان نبقى مطمين على فريقنا وده هتبقى فرصة جيدة ان شاء الله للفريق ومواطشط الكرة الطائرة هتبتين وجمعة بس خدوا بالكو ده هيبقى في معد مطشط السلة برضو السلة هتلعب بثين وجمعة يعني أنا برضو ايه مستغرب يعني كان مفهود يحصل يعني استجرنج يبقى ده بعيد عن ده شوي احنا كنا زمان الباسكت بلعب سبت وثلاث انا يما كنت بلعب كنا بلعب سبت وثلاث اختاروا اتنين واربع عشان بس النهاردة في مشكلة الطائرة بتلعب بثين وجمعة الباسكت اختار اتنين وجمعة عشان البث الطائرة النهاردة بختارتين وجمعة طب ما كده لو ايه لو في مباريتين هيبقى الجمهور الحقيقة في حيرة من امره يتابع ده ولا يتابع بس اتمنى على الاقل انه بقى بقى فيه وقت كافي ما بين المباريات عشان الجمهور الاهلي يقدر يتابع طبعا فرقه